اشتركوا في القناة امام نظيره الكويتي والتركوماني يومي السابع والثاني وعشر من شهر سبتمبر الجاري ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب الارجنتيني بيتزي لتحقيق الاستفادة الكاملة من هذه المواجهات في اطار التحضير لمنافسات التصفيات الاسيوية المزدوجة خلال نوفمبر المقبل انهى منتخبنا الولمبي لكرة القدم بقيادة مدربه الكرواتي داريو بازيتش تحضيراته مساء اليوم لخوض تصفيات كأس اسيا تحت ثلاثة وعشرين عاما والمقرر اقامتها في دولة قطر الفين واربعة وعشرين هذا وسوف يفتتح اولمبي الاحمر مشواره يوم غد في التصفيات بملاقات المنتخب الفلسطيني على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة بالمحرق وذلك لحساب المجموعة الرابعة والتي تضم ايضا منتخبي اليابان وباكستان ويسعى الاحمر لتحقيق الفوز في اولى مواجهاته سعيا نحو حصل بطاقة العبور المباشرة عن هذه المجموعة والتأهل لنهائيات البطولة الاسيوية للمرة الثانية على التوالي السادات نوع زينا ومقصروا يوننا المدربين عديننا على مستوى ان شاء الله منشرف البحران خير تشريف طبعا الضغوطات في كل مبارة موجودة في كل بطولة في ضغوطات لكن مع دعم الجمهور ان شاء الله بيكون دافع لنا ان نقدم احسن ما عندنا ان شاء الله ونطلع بشكل زينا استعديننا بشكل جيد مع اسكارنا كانت نتائجنا في ممتواتي يعني وان شاء الله جاهزين ان شاء الله حقي اول مبارة الحمد لله استعداداتنا جيدة والفريق جاهز قضينا مع اسكار في تايلاند لعبنا ست مباريات واستفادنا منهم اكيد المباريات رح تكون صعبة عن مجمعاتنا صعبة بس احنا قدرين وقاعدها ان شاء الله بوقفة الجمهور احبا اشكر الجاهز الفني والجاهز اللي دوري واخون اللاعبين الكل قاعد يشتغل وقاعد يعمل الكل قاعد يضاححك هدفنا اعتقد الهدف واضح اللي هو التاهل لنهاية كاساسيا وان شاء الله بوقفة الجمهور وعزيمة الشواب قدرين بابن الله تاهل المنتخبون الوطني للسيدات لكرة الصلاة الى الدور نصف النهائي من بطولة ان اس دي اف الودية والمقامة حاليا بتايلاند بعد فوزه في اللقاء الاول على الفريق الاسترالي بهدفين مقابل هدف واحد فيما خسر لقاءه الثاني امام المستضيف المنتخب التايلاندي بهدفين نظيفين وبهذه النتيجة حل احمر السيدات في المركز الثاني عن المجموعة وسيواجه المنتخب الياباني متصدر المجموعة الثانية في دور نصف النهائي يذكر ان هذه المشاركة تأتي ضمن البرنامج الاعدادي لسيدات الفوتسال للمشاركة في دورة الالعاب الاسيوية للصالات المغلقة خلال شهر فبراير من العام المقبل اعلن الاتحاد البحريني للبدل التصنيف الرسمي الجديد للرجال والسيدات وذلك بعد نهاية منافسات البطولة التصنيفية الخامسة والتي شهدت مشاركة اكثر من 125 لاعبا ولاعبة وتربع اللاعب راشد لعبيدلي على تصنيف الرجال برصيد 4180 نقطة بينما كان المركز الثاني مناصفة بين اللاعبين يوسف قائد وعمر قائد برصيد 3000 نقطة لكل منهما اما على مستوى السيدات فقد تصدرت مريم العمادي التصنيف برصيد 5400 نقطة فيما كان المركز الثاني من نصيب شوق الاسيري برصيد 4980 نقطة وفي المركز الثالث دلال جاسم ب3240 نقطة اسفرت قرعة نهائيات كأس اسيا للناشئين لكرة السلة تحت 16 عاما والتي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من السابع عشر وحتى الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري عن تواجد منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات الأردن ونيوزلندا وكوريا الجنوبية وينص نظام البطولة على تأهل متصدر كل مجموعة للدور ربع نهائي مباشرة فيما يتأهل ثاني وثالث كل مجموعة إلى الدور الثاني